اشتركوا في القناة حتى اقف تحت سقيفتك هذه في حانوتك بمحلك خليه افوت بمحلك الدنيا تنطر هذا هم ما تشذب خبر خليه ايده على صدر علي بن ابي طالب وضعه دفعه قريبا يوقع امير المؤمنين سلام الله عليه شوفوا المنظر زين عزيز واريد كل واحد يقول انا من اتباع علي بن ابي طالب كن يوظف هذا التعامل وغير هذا التعامل فعلي بريء منه هذا خط علي بن ابي طالب من يصير حاكم كون يستوعب الجهلة كون يمتص زخم الاخرين هذا هو علي عليه السلام خليه ايده على صدره والطاة دفع للامام او شك ان يوقع الامام عزيزي شوفوا الامام اش قال للقنبر قنبر نعم يا امير قال اخرجه طلعه من المحل هذا طلعه من المحل الامام ضربه بالصوت دره ضربه بالصوت هنا هاي الضربة اش راح تبين اش راح تنطو انطباع انطباع اللي يصير من هالصورة انه شي دفع ضربه فدو اروح لك والله ماكو داعي ممكن عد قناعات بعضنا انه يحجو ويبرر خلاص انت حاكم مشي غصبا علي وعلى ابو يحترمك لكن الامام شوفه شي يقول لا عزائي ونورعي لان هذه الحركة الان ممكن هو يفهمه يقولك والله انا جاوزت علي وانا علي ابن ابي طالب وانا حاكم وشلون هي جتهينني ضربه وحشي حتى الناس تفهم قل لا ما ضربتك لاجل نفسي انا مو ضربتك انت دفعتني الي لا وانما ضربتك حتى باتر لا تدفع لك رجل شخص مسلم ضعيف فينكسر بس انا ما سكت ما وقعت لطبا اذا انتهيته بقوية تروح الدور تتمادى اي واحد تصرف ويهي شي يجيك شخص مسلم ضعيف ما يقدر تخليدك على صدرت الطي دفع يتكسر فيلزمه كذلك يعني صير مسؤولي عليك فكون اربيك هاي الضربة ما كانت لان انا اهنتني ايها الاعزاء ايها الاحبة ان شاء الله هاي الصور تبقى بالبال وتربينا وتقربنا لصاحب الزمان وتقربنا لعلي بن ابي طالب عليه السلام ايها الاعزاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا